للمزيد ينظم علينا ممبغداد مرسلنا الضياء الناصري ضياء الاغتيالات متواصلة في العراق لا تقتصر فقط على الناشطين ولكن أيضا حتى مسؤولين أمنيين وضباط أيضا في جهاز المخابرات نعم أيضا المفارقة أن جهاز المخابرات لم يعلن أي جهاز أمني لم يعلن بأي بيان أو يصدر بيان لتأكيد أو نفي مثل هذه المعلومات صدر منذ حوالي ساعتين بيان من وزارة الداخلية نفى أن يكون العقيد لتشابه الأسماء بعقيد نبراس هو يعمل في الخلية الأمنية في وزارة الداخلية نفت وزارة الداخلية أن ليس لديها أي ضابط قد تم اغتياله قبل دقائق قليلة فقط من استعدادنا لهذه التغطية أصدر جهاز المخابرات العراقي بيانا نعى فيه العقيد نبراس الفيلي وقال أنه كان لديه مهمتين في جهاز المخابرات إحداها مسؤول جانب الرصافة والمسؤولية الأخرى هو قسم المراقبة في جهاز المخابرات بما يعني أن الاغتيال كان دقيقا ومصوبا باتجاه حالة معينة قد تم استهدافها وتركيز عليها من قبل أيضا اللافت هو أن عملية الاغتيال حدثت في أحد أكثر المناطق زحاما أو زحاما في وسط العاصمة بغداد والأكثر غرابة أن يحصل هذا الاغتيال في وضح النهار في بداية الدوام والعمل الرسمي في جانب الشرقي من العاصمة العراقية بغداد في منطقة البلديات بحسب الرواية الأولية التي حصلنا عليها أن مجموعة مسلحين أوقفوا سيارة العقيد وترجل باتجاههم لعدة أمتار ثم قاموا بالاشتباك معه وهو أيضا رد عليهم باشتباك آخر ثم قد تربص له شخص آخر في سيارة من نوع بيك أب حسب ما ورد أيضا في بيان جهاز المخابرات وأطلق عليه النار من السلاح كلاشنكوف وأرداه قتيلا في الحال في نفس المنطقة بكل الأحوال بهذا الاعتراف من جهاز المخابرات تضع المسؤولية الكبيرة بمسؤول ورئيس هذا الجهاز والذي هو يشغل حاليا القائد العام القوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم الذي أبقى على حقيبة جهاز المخابرات ومسؤوليته في هذا الجهاز شكرا لك ضياء الناصري من بغداد